نتائج سلبية لا ترضي بالتأكيد الجماهير الاتحادية بعد خسارة أولى أمام نادي المدينة وتعثر يليه أمام الخمس بالتعادل وأيضاً أمام السارية بالتعادل هناك في الزاوية كابتن يوشام حقية ما أسباب تراجع الاتحاد هذا الموسم؟ طبعاً هو لي للأمانة يعني الواحد يقولها بكل صراحة أنه شيء مؤسف أن تشوف فريق الاتحاد بهذا المستوى أو بهذا الترتيب يعني المستوى الفني الفريق يلعب في كورا ربما تجديد الفريق بالكامل كان لي دور تجديد لعبيد تجديد طاقم التدريب جماعي الاتحاد غير راضي على العديد من الانتدابات شوفها أقل من المستوى الاتحاد هل إدارة استعجلت كابتن هشام بتشبيب الفريق أو لنقل يعني ضخ دماء جديدة بأعداد كبيرة يعني أن نشاهد خط دفاع أشبه بالكامل تغير هو أي سوء نتائج عادة يحمل للإدارة أو الجهاز الفني بالدرجة الأولى وبعدين الإدارة ولكن الجهاز الفني بيخدم بالعناصر الموجودة ربما لو صبر جمهية الاتحاد مثلا وقعد الجهاز الفني مع المجموعة الموجودة مع بعض التدعيم فيما بين الانتهاب والإيابة يكون الفريق في صورة أفضل يستعيد توازنة يستعيد توازنة ونشوف الاتحاد أفضل في مقبل السنوات يعني ممكن تكون المدرب هذا ينجح في تجديد الفريق مثلا لسنوات قادمة يدير شكل جديد للاتحاد وهذه صارت يعني للفريق غير في التسعينات مع كمال لموي قام بتجديد وتشبيب الفريق بالكامل ولكن كانت النتائج الإيجابية من البداية بالفعل فكانت بطولات واحد فالجمهور خلاص ولما تتكلم أنت على الاتحاد تتكلم على البطولات تتكلم على فريق يعني صاحب الرقم القياسي في عدد البطولات والكوس واعتدنا دائما بالاتحاد في الترتيب الأولى يعني ربما أول مرة نشاهده كوسط رياضي الاتحاد في الترتيب الأخير رغم أن الحكم ما زال يعني وكما يقول أنصار ومحبية الاتحاد الاتحاد يمرض ولا يموت بالتأكيد بالتأكيد لكن هي في نقطة هو الخسارة يعني ما من المدينة وهذا دير بي والفوز وتبادل الفوز بين مدينة والاتحاد أمر قايم يعني من يوم صارت الكورة في ليبيا ولكن اللي ضايق ربما جمهور الاتحاد هو التعاذل مع الخمس ومع أساري مقارنة يعني باسم الاتحاد والخصمين مع احترام إليهم وهذا لا ينقص من قيمتهم في شيء إلا اسم الاتحاد كبير يعني ممكن الجمهور يحاسب الطاقة من فني حاسب الإدارة عليه تعازز تعادلات لكن هي في نقطة مشتركة يعني لأن الفرقة هي معاشة بدت صغيرة الفرقة هي أصبحت لها طموحات فبالتالي وخصوصا في مباريات الكبيرة مع الفرق البطولات والفرق ذات القاعدة الجماهيرية دائما يبوي اللاعبين يقدموا في أذاء وجهد مضاعف على ما اعتادوا أنهم يقدموه لأنهم يبوي يبانوا في وراء تهياء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة